طبعا لازم تنظر إلى حاجتين دالتين بقوة في هذا المرشد الحاجة الأولى هي المكالمة اللي تمت ما بين الرئيس الفرنسي اللي قام بالاتصال إيمانويل مكرون اللي قام بالاتصال بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث كيفية التهدئة ومن ناحية أخرى صورة فخامة الرئيس واللي أتمنى أن الزمالي يحطها لنا على الشاشة صورة فخامة الرئيس وهو يقف داخل غرفة عمليات لمتابعة ما يحدث طوال اليوم على الأراضي الفلسطينية المحتل طيب المشهدين دول أو هذه الصورة زائد هذه المكالمة غير منفصلاتين أبدا عن المسار المصري المسار المصري ده دي الصورة زي ما حدكم شايفين دي صورة فخامة الرئيس وهو يقف داخل غرفة عمليات يتابع كل ما يحدث على الأراضي الفلسطينية هنا دي المتابعة الدقيقة هنا دي الصورة اللي بتقولك أنه أيوة مصر واحد قضيتها المركزية دائما هي القضية الفلسطينية ده يؤكد أنه مصر لا تتخلى أبدا عن هذه القضية وأنها تبحث دائما عن مصار سلميا سياسيا لحل هذه الأوضاع ويمكن الرئيس من اللحظة الأولى لتنصيبه في 2014 أن كنتم تتذكرون في قصر القبة وكان في خطابه أنه نحن نبحث للوصول إلى حل الدولتين على حدود ما قبل 5 يونيو 67 وأنه تبقى القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية هذا خطاب وهذا مصار أكد عليه الرئيس مرارا وتكرارا بل أنه الخطوات المصرية استمرت في ذلك على مدار يمكن العشر السنين اللي فاتوا فمصر كانت هي اللاعب الرئيسي لأجل التهدئة لأجل حقن الدماء لأجل توحيد أيضا الفصائل في هدوء لأجل وقد أي شكل من أشكال السرع ما بين الفصائل الفلسطينية وبعضها البعض من فصائل المقاومة الفلسطينية وأيضا لوقف أي شكل من أشكال الاعتداءات من جانب الاحتلال تجاه الأراضي الفلسطينية وأشقاءنا الفلسطينيين وحتى هذه اللحظة تيجي تشوف أنه أيضا الرئيس الفرنسي يتحدث أو يقوم بإجراء مكالمة هاتفية مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجد فيه أوقات سابقة كان جو بايدن اتصل تقريبا مرتين لو أنا متزكت مظبوط بفخامة الرئيس للثناء والاطلاع أيضا على مجريات الأمور في وقت سابق في وقت أيضا كان فيه المزيد من التصعيد القاسي والداني يعلم أن أي عنف سيوجه بعنف مضاد ده طبيعي اتنين من يرى أو يقرأ أو يفهم القضية الفلسطينية أو قضية الصراع العربي الصهيوني جيدا يعلم جيدا بل هو يجب أن يكون على تمام التأكد من أنه هذا المشهد اللي احنا النهاردة بنسميه طفان الأقصى طبقا لما تم تسميته من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية كان آتن آتن إلا أنه أتى أكبر بكتير مما كان الكل يتصور لا في الجانب الاحتلال كانوا يتصوروا ذلك على الإطلاق ولا أي حد في العالم كان يتصور أن هذا الطفان سوف يأتي بهذا الشكل مما دعا إلى أنه مجلس الأمن هينعقد بكرة علشان ينظوا في هذا الموضوع ويشوفوا هيعملوا إيه لبحث وسائل التهدئة خطاب الخارجية المصري الحقيقة كان أو يعني بيان الخارجية المصري الحقيقة كان بيانا شديد الوضوح وفي نفس الوقت كان يعني أقدر أقولك شديد العروبة لو صح التعبير في النهاية خالص هو بيان الكبار بيان الدولة الكبرى التي تعلم جيدا حجم التحديات اللي في المنطقة تعلم جيدا حجم ما سوف يؤدي إليه هذا الصراع تعلم جيدا حجم ما يؤدي إليه العنف وما أتى بعنف مضاد إلى آخره دعوة التهدئة الصادرة من الخارجية المصرية هي تهدئة لأجل الصالح الصالح بيان الحقيقة عجبني جدا ولا يوجد عليه بصراحة أي شائبة يعني لا تشوبه أي شائبة بيان متزن وزكي وسياسي بالدرجة الأولى عروبي أيضا بالدرجة الأولى بيانت بتغيير 500 مباشرة شكرا